يكافح اثناء من عمال مناجم الفحم في جنوب بولندا تلوث الهواء بمقاعد مصممة خصيصاً للكشف عن جودة الهواء وتنقيته وقام مايكل كاتشوريك ومايكل شاشكوفيسكي بتصميم والتصنيع المقاعد في ورشتهم المقامة في مرأب المقاعد مزودة بجهاز استشعار لقياس الجزيئات في الهواء ويضيء باللون الأحمر أو الأصفر أو الأخضر وهذا يتوقف على نسبة الجزيئات الأحمر يدل على كميات عالية والأخضر على كميات منخفضة وأوضح كاتشوريك أنه بعد التأثر جسدياً بالهواء الملوث قرر الاثنان صناعة منتج من شأنه أن يجعل قياس جودة الهواء مرئياً في لمح البصر ويوجد بالمقاعد نظام يمكنه تنقية 860 متر مكعب من الهواء في الساعة